في يونيو الماضي منحت طائرة إرباص اليمنية الإذن بالإقلاع رغم تحذيرات طياريها من وجود خلل فني فيها ما أدى لهبوط اضطراري لها فتحت هذه الحادثة باب الحديث عن تحليق طائرات اليمنية رغم خروجها عن الخدمة واحتياجها للصيانة وادت هذه الفضيحة إلى إطلاق يمنيين مناشدات للمنظمة الدولية للنقل الجوي إياتا بوقف تحليق طياران اليمنية ما أرغم الخطوط الجوية اليمنية على إلغاء عشرات الرحلات منذ منتصف مايو الماضي ليست هذه أول فضيحة في عالم الطيران اليمني فقد وقعت شركة الخطوط الجوية اليمنية اتفاقية مع شركة تجارية أردنية تقضي باستيجار طائرة إرباص لنقل العالقين اليمنيين لا يضمن طيران اليمنية سلامة الركاب حيث تؤكد مصادر في اليمنية السماحة لسفر عدد إضافي من الركاب وبزيادة ثمانية عشر راكبا في كل رحلة وبدون حجزات مسبقة وتكشف وثائق رسمية حجم الفساد الذي طال طيران اليمنية حيث أكدت تلك الوثائق تلاعب إدارة الخطوط الجوية بالحسابات المالية المتعلقة بالتأمين والرسوم التي تحصل من المسافرين الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس أشارت إلى تحصيل إدارة اليمنية نحو ثلاثمائة دولار عن كل راكب كبدل تأمين تسدد منها ثمانية دولارات فقط لشركة التأمين وتوضح الوثائق استلام مبالغ تعويض عن حوادث الطيران من دون تأمين وبلا دفع لأي رسوم وهما يعد مخالفة واضحة لأنظمة التأمين طيران اليمنية قصة فساد لحالها وهي قصة لا تبدو عند تعطل طائرات النقل عن الإقلاع ولا تنتهي عند استمرار تجاهل الشرعية والتحالف معاناة العالقين داخل اليمن وخارجه